صباح الخير يا أولاد معكم ميس عزة أنا هشرح لكم في الفيديو ده الفصل الدراسي الثاني وحنبتدي بالواحدة الأولى طبعا لمادة التربية الفنية الواحدة الأولى بتتكلم عن الفن والوظيفة الفن زي ما خدنا قبل كده هو حالة مادية بتجسد شعور أو حالة معنوية والفن تعبير عن حالة من الشعور يعني ما بيبقى تعبير عن حالة من الشعور أو بوثق بي وحلل الطبيعة اللي موجودة حوالي يعني لما بيجي أبص للطبيعة وأبتدي أجسد الحاجات اللي أنا شايفها فيه بتعبير فني أرسم وجسدها بتعبير فني أو أنحت أو أستخدم أي وسيلة من وسائل الفن عشان أعبر عن الطبيعة ده نوع من أنواع الفن وبرضو لما تكون عندي حالة شعورية معينة أو أحاسيس معينة وأجسدها ده بيسمى فن طيب إزاي باستخدم في الوحدة الأولى اللي بتكلم عن الفن والوظيفة إزاي باستخدم الفن في صناعات الفن باستخدمه في صناعات وفي أدوات وفي وسائل مواصلات الفن تقريبا بيدخل في كل منتج له شكل ولو طبيعة ولو وظيفة كل العمليات والمنتجات دي بيحكمها الفن لأننا لما باجي أطلع منتج مدام بابتكر فيه وبصممه وبعمل فيه إبداع وبنوع في شكله وفي لونه كل ده بيبقى أنواع من أنواع الفن يبقى الفن بيبقى موظف في كل عمل يطلع منه منتج في مدارس الفن الحديث كلها بتحتاج أو بتحس على الابتكار أن أنا أبتكر وأبدع في الفن اللي أنا بقدمه حنتكلم بنقذة بسيطة جدا عن بعض مدارس الفن الحديث عندي المدرسة التأثيرية ده اتجاه فني الدوق بيلعب فيه دور هام جدا يعني الاتجاه الفني بتاع المدرسة التأثيرية كله بيعتمد على الدوق التأثيرية دي من آخر الفنون الكلاسيكية يعني هي بداية مدارس الفن الحديث ونهاية الفنون الكلاسيكية لأنها بتمثل أوضاع الطبيعة من غير تغيير أو تحريف بس بلعب في الرسومات الطبيعية أو في الطبيعة بالدوق الفن في العصر الحديث كان بيتميز زي ما قلنا بشدة تنوعه وتعدد أساليبه وكان بيتأثر بالطابع الثقافي الحديث يعني أي نوع من أنواع الفنون علشان يطلع ويطلع لي المنتجات دي كان بيتأثر بطبيعة الثقافة اللي موجودة في الوقت اللي طلع في الفن ده زي ما درسنا قبل كده الفن الشعبي والفن الإسلامي والفن القبطي كل فن بيتأثر بأنواع الثقافة الموجودة في العصر اللي هو طلع فيه الفن الحديث خرج من الشكل الوقعي وابتدى أنه يتجه إلى التجريد والتبسيط بقى مش بس أن أنا بجسد الطبيعة زي ما هي وقلدها زي ما هي بالضبط الطبيعة الحوالي لا ابتدى أنه هو يتجه أنه هو يجرد العناصر الموجودة في الطبيعة على سبيل المثال لو هي شجرة مثلا مليانة بتفاصيل كتير قوي أوراق وفروع وجزع الشجرة والحشائش اللي حوالين الشجرة كل دي تفاصيل كتير قوي ابتدى الفن الحديث اللي هو يجرد الشجرة دي أو الرمز اللي أنا عايزة أجسده ده ابتدى يجرده من تفاصيله دي ويتجه إلى التجريد والسريالي يعني أخدها إنها مجرد رمز وقلل من التفاصيل وبسط فيها وتبقى عبرتلي عن إنها شجرة برضو بس مش بنفس التفاصيل والمكونات اللي موجودة بيها في الطبيعة ده في حالة التصوير في حالة إن أنا حصور التصوير هنا المعني بيه الرسم طبعا أشهر المدارس اللي كانت في الفن الحديث اللي اتجهت للتجريد والسريالية والتبسيط كانت التكعبية ودي كان أشهر الفنانين فيها باراك والتجريدية وطبعا دي اللي اعتمدها بكاسو والسريالية ودي اعتمدها سلفادور دالي طب ده كان بالنسبة للتصوير بالنسبة للعمارة بقى ظهرت نظريات جديدة بتقوم على ضرورة ملأمة الشكل لوظيفة البناء يعني العمارة دي اللي هي البناء طبعا فظهرت نظريات جديدة علشان بتدور على ان الشكل اللي انا بصمم به المبنى يكون ملائم لوظيفة المبنى ده في حالة العمارة في حالة الصناعة اهتمت بتطوير الانتاج والتصميمات علشان المستهلك يحصل على نمازج حديثة أكتر جاذبية يعني ابتدى من يتجه للنمازج القديمة لا يبتدي يطور فيها ويجدد فيها يجدد في تصميمها بحيث انها تكون جاذبة للمستهلك يبقى الفن دخل عندي زي ما هو بيدخل في التصوير بيدخل في العمارة بيدخل في الصناعة وبجانب انه هو في الصناعة اهتمينا ان احنا نحصل على نمازج حديثة هتجذب المشاهد او المستهلك اللي هياخدها في نفس الوقت عايزينه زي ما بيتمتع بالجانب الوظيفي للمنتج برضو يتمتع بالجانب الفني والشكل الجذاب للمنتج ده بالنسبة للدرس الاول عن الفن والوظيفي نيني اللي بقى للدرس التاني بيكلمنا عن الفن وتحديات المستقبل زي ما قلنا الفن اللي هو دور نافعي وفني في نفس الوقت يعني هو مش بس دوره الجمالي ان احنا نتفرج عليه ونستمتع به وبالاشكال الجذابة ونستمتع بالفن وبالالوان وبالتناسق وبالحاجات دي لأولوه دور نافعي وفي الحالة دي بيبقى اسمه الفن التطبيقي ده اصبح له اهمية كبيرة في الحياة المعصرة والمستقبلية يعني بجانب انواع الفنون التعبيرية زي تلجسمات الجمالية اللي بنستمتع برؤيتها وتأملها فيه انواع فنون ليها دور نافعي ووظيفي في حياتنا ولما حصلت النهضة الفنية اصبح الحصول على المنتجات الصناعية اكتر سهولة ويسر واصبحت الاجهزة متوفرة لعديد من الناس وزادت النهضة بقوة التطور الهايل في الصناعات اللي احدثها ظهور الكمبيوتر والوسائل المتعددة طبعا الانسان هو اللي بيمد الكمبيوتر بالمعلومات اللي موجودة فيه بالدرجة اللي بتمكن الانسان والفنان على حد سواء انه يلاقي حلول كتير قوي لمشكلات ما كانتش موجودة قبل كده في حالة الفنان حيلاقي حلول لمشكلات فنية لانه هو بيعطينا الكمبيوتر بيبقى داخل فيه الاف التصميمات الدرجات اللونية اللي هي قادر ان انا اختار منها بسهولة بدل ما انا يبقى قدامي بالكتة مثلا عايزة بتدي ان انا اعمل فينا درجات الوان وبتاخد وقت وبتاخد جهد لا ودلوقتي بقى اسهل علي جدا ان انا استعين بالكمبيوتر وابتدي اطلع الدرجات اللونية دي وابتدي اطلع التصميمات المختلفة يبقى هو ساعدني على سهولة التعبير وان انا ابدل في العناصر اللي بستخدمها من الطبيعة ان انا اصغر العنصر او اكبره ان انا اقص جزء منه او احزف جزء منه ان انا اجسم العنصر بطريقة 3D ان انا حرك الاشكال وظيف كل ده سهلوا علي موضوع دخول الكمبيوتر في ان انا اعمل الجزائنس بتاعتي بسهولة كمان الجزئية بتاعة الكمبيوتر والوسائط المتعددة دي ساعدتني في ان انا اتصل بالفنانين في كافة انحاء العالم واتطلع على الحديث من الفنون ابتدي ابحث على الجديد من الفنون التطورات الحديثة اللي حصلت على الديزاينز التطورات الحديثة اللي حصلت على الفنون في مستوى العالم كمان اقدر ان انا استخدم المشهورة مع الفنانين في كافة انحاء العالم من خلال شبكة الانترنت وعلى هذا الاساس ابتدى الفنان كمان يتطور ويتطور في موضوعاته وتعبيراته وفي خياله وابتدى ان هو يحس انه ممكن يجسد خياله ده بسهولة يعني ايا كان الفكر او الخيال اللي جاله خارج او داخل الطبيعي يقدر ان هو يجسده ويحوله العمل فني بطريقة اسهل لان شكل الحياة دلوقتي الانسان والفنان بالتبعية بقى مغاير ومختلف تماما عن العصور اللي سبقت دخول التكنولوجيا طيب في حالة التصميم التصميم من خلال دراستنا لمادة التربية الفنية نقدر نتخيل احدى مدن المستقبل في التصميم في الدرس ده احنا عايزين ان احنا نستخدم تطبيق على الكلام اللي قلناه بان احنا نتخيل احدى مدن المستقبل ممكن يكون شكلها ايه ونعمل تصميم كامل للعمرات اللي موجودة فيها المصانع الحضائق الطرق والمواصلات المدارس والمستشفيات يعني مكونات المدينة دي المستقبلية اللي احنا هنتخيلها ونصممها وننفذها وممكن نستخدم لتنفيذ المدينة دي الخامات بقى والماتيريال اللي موجودة حوالينا بقى ممكن نستخدم ورق مقوة الكرتون ممكن خشب بلاستيك او علب فضية قطع اسفنج او قطن الفوم خامات البيئة المختلفة اللي موجودة حوالينا ممكن نستخدم عشان نعمل الاشجار اللي موجودة في الحضائق اللي في المدينة دي اوراق افرع شجر قواقع لتكسيد السخور مثلا وعايزين نطلق على المدينة دي اسم مستوحى من طبيعة التصميم اللي احنا اخترناه وعملناه عايزاكو كمان تتدربوا اللي هو الدرس الرابع والاخير في الوحدة الاولى انه ازاي نقدر ننفذ بالالوان والتصميمات حديقة مبتكرة مثلا ازاي نقدر نعمل تصميم لاعلان او ملصق ممكن يجي في الجزء العملي في الامتحان انه ازاي نعمل اعلان او نعمل ملصق ممكن تعملوا سيرش عليه في جوجل انه ازاي بنعمل ملصق اعلاني او ازاي بنعمل لوجو لمنتج طبعا هنستخدم في حالة اللوجو دايما بندور على ان احنا نستخدم الوان للوجو نفسه تبقى جاذبة للي بيشوفه يتشد من الالوان اللي موجودة فيه وتلفط نظره والكتابات هي اللي ممكن احنا نستخدمها بالوان برده مش بالوان ساخنة ممكن نستخدم الكتابات بالوان برده للتعبير عن المحتوى اللي موجود في اللوجو اللي رسمنانا بعد كده هننقل عن الوحدة التانية اللي هي ازاي نبتكر من خمات البيئة واللي مركز عليه في الوحدة التانية ان احنا هنتكلم عن المعادن المعادن والحلي المعادن من خمات الاساسية اللي بشكل فيها الاعمال الفنية ودي استخدمها من قديم العصور استخدمها قدماء المصريين علشان يغطوا رؤوس المسلات عشان تاكس الضوء عشان تاكس ضوء الشمس على الارض فكانوا دايما يغطوا رؤوس بعد بناء المسلات بيغطوا الرؤوس بمعادن علشان تجذب الدوء بتاع الشمس وتاكسه على الارض كما استخدم قدماء المصريين الدهب مخلوط بنسبة بسيطة من النحاس علشان النحاس بيدي متانة اكتر من الدهب وزيادة امكانيات التشكيل ان انا نشكله بسهولة الخلط ده على فكرة لسه مستمر الحد دلوقتي حنلاقي ان احنا بنحدد معيار الدهب بنسبة النحاس المضافئ اللي يعيب عندنا دهب عيار 14 عيار 18 عيار 21 يلي بقى معدن الذهب في الاهمية معدن الفضة وده ظهر بكثرة في العصر الاسلامي يعني استخدمناه في الفن الاسلامي طبعا الفضة لها مكانة عالية في المعادن وتستخدم في صناعات فنية كثيرة وبعد الفضة حياليها النحاس في صناعة الاواني واسلاك الكهرباء وكثير من الصناعات الفنية والحلي بعد كده الحديث طبعا ده من المعادن الصلبة وبستخدمه في عمل التماثيل والمشغولات يعني الديكور الاساس المعدني كتير بنعمل في الفيرفورجي بنعمل بقى الابجورات بنعمل الابواب الحديد المعدنية بالشكل اللي انتو عارفينه اللي في فيه تشكيلات للحديد ده بيستخدم كتير قوي في الديكور المنزل طب احنا هنتعرف على بعض طرق تشكيل المعادن وزخرفتها ازاي بنشكلها هو فيه طرق متعددة لتشكيل المعادن وده بيكون حسب نوع المعدن وايه اللي انا عايز اطلعهم المعدن ايه المنتج المطلوب عايز اطلعهم المعدن ده فيه عندي في طرق تشكيل المعدن اول حاجة طريقة القالب وفي الطريقة دي بصنع قالب على الشكل المعين اللي انا عايزه وفي القالب ده بصب المعدن المنصهر والمعدن بيبتدي اخد شكل القالب طبعا بعد ما يتماسك بيبتدي اخد شكل القالب واستخدم القالب ده زي ما انا عايزه في صناعة الشكل اللي انا عايزه تاني طريقة طريقة الطرق طرق المعدن بالمطرقة يعني ابتدي ان انا اضرب على المعدن ده بالمطرقة على البارد او الساخن حسب اللي انا محتاجه له ايه واستخدم ادوات معينة اشكل بيها المعدن تالت طريقة طريقة الحز يعني ان انا انقش على القطعة المعدنية اللي قدامي انقش عليها بنقوش تحزيزات كده وده بيبقى بواسطة اقلام معدنية خاصة الاقلام دي بتبقى خاصة بتشكيل والحز على المعدن رابع حاجة التقبيب التقبيب دي طريقة من طرق تشكيل المعدن وبستخدمها بان انا اطرق على بعض اجزاء الشكل من الخلف يعني اجيب مثلا الشيت بتاع النحاس وبعد ما اصمم اعمل التصميم بتاعي وارسمه على النحاس ببتدي ان انا اجي على الحتة اللي انا عايزة تبقى برزة وادق عليها من الخلف عشان تبقى برزة وتبين لي شكل التصميم اللي انا عايزه خامس طريقة طريقة التفريغ ودي بتتم بحزف بعض الاجزاء من التصميم زي ما بنعمل كده في تفريغ الستنسل دي طبعا ليها ادوات خاصة بيها ببتدي ان انا اعمل احزف بعض اجزاء من التصميم اللي انا عمله ورسمه ودي طريقة التفريغ دي بستخدمها امتى بستخدمها في الحلي بستخدمها في عمل وحدات الاضاءة اللي هي الابليك عايزة اعمل وحدة اضاءة نحاس مثلا برسم عليها لتصميم بتاعي وابتدي افرغ بعض اجزاء التصميم واشكل على شكل قبليك اضاءة الحاجات الاجزاء اللي انا فرغتها دي هتطلع منها هيطلع منها الضوء الطريقة السادسة طريقة الاسلاك يعني المعدن يكون مقصوص على هيئة اسلاك بشكلها انا بالثاني او العقد او ابرمها او على شكل حلقات وطريقة الاسلاك دي بتستخدم كتير جدا في انتاج الحلي سابع طريقة طريقة التطعيم والتكفيت التطعيم دي يعني انا هستخدم معدن اخر نوع اخر من المعادن او الاحجار الكريمة او الاحجار الخرز او الزجاج كل ده بطعم بيه المعدن بتاعي يعني انا لو عملت حلي بالمعدن النحاس او الفضة او الذهب موضوع ان انا اضيف اليه احجار كريمة او انواع اخرى من المعادن دي بيبقى اسمها التطعيم التكفيت بقى بيكون اضافة اسلاك او شرايح ومش بيبقى اضافة احجار او خرز او كده بيبقى اضافة اسلاك او شرايح باستخدام معادن اخرى دي الطرق بتاع التشكيل المعادن السبع طرق اللي احنا قلناهم دول طيب دي طرق اللي انا هشكل بيها طب ايه الادوات اللي انا بستخدمها لتشكيل المعادن اول حاجة عندي المنشار والمقص طبعا المنشار والمقص الخاصين بقطع المعادن في عندي الجاكوش والدقماء والجاكوش والدقماء دول بيستخدمهم في الطرق وفي التقبيب في الطريقتين بتاع طريقة الطرق اللي تكلمنا فيها وطريقة التقبيب وفي عندي الاقلام المعدنية دي بستخدمها في التحزيز في ان انا احزز الشيت المعدني زي ما قلتلك قبل كده وبستخدم طبعا المتر والقدم للإياس عشان اقيس الحجم الشيت اللي انا عايزها من المعدن والتشكيل بستخدم له الزرادية والزرادية دي فيها مقاسات واشكال مختلفة وانمعها مختلفة بنستخدمها في انتاج الحلية الزرادية دي بتساعدني ان انا اشكل الاسكلاك للحلية او اشكل الشيت بتاع المعدن عشان اعمل منه حلية ومن الخامات المستخدمة طبعا الرقائق والاسلاك طب الحلية دي ايه؟ الحلية دي ليها تاريخ طويل جدا غني بالإبداعات الحقيقة والجماليات احنا بنستخدم الحلية ده استخدمناه في قديم العصور طبعا بنشوفه في الرسوم الفرعونية بيبقوا لابسين الحلية بتاعتهم المعدنية بتبقى من الذهب او الفضة ومتعامة بالنحاس وطبعا شفناها في الفن الشعبي بتبقى في فن الشفتشي اللي هو فيه الخرز الكتير وفيه التطعيمات الكتير باستخدام الاحجار ومنها طبعا الحلية الزهبية والفضية والمرصعة بالاحجار وممكن استخدم النحاس وخمات البيئة او المعادن المختلفة الموجودة حوليها عشان اعمل الحلية بكافة انواعها واشكالها دي كانت الوحدة التانية اللي بنتكلم فيها على انه زي نشكل المعادن ايه الطرق اللي بنشكل بيها المعادن وايه الادوات اللي بنستخدمها في تشكيل المعادن بعد كده عندي في الوحدة التالتة بنتكلم عن العقيدة مصدر الفن على مر العصور هناخد بقى الفنان يوسف كامل والفنان جمال السجيني والفنانة جاذبية سري الدرس الاول بنتكلم فيه عن ان ازاي العقيدة هي مصدر للفن على مر العصور يعني ازاي بستخدم زي ما قولنا ان احنا بنستخدم الثقافة المحيطة بنستخدمها في الفن وبتظهر واضحة في الفن يعني احنا لو حبينا يعني ممكن نشوف لوحة فنية او نشوف عمل فني نقدر من سمات العمل الفني ده ومكونات والعناصر المستخدمة فيه نحدد دا كان في اي عصر يعني احنا بنلاحظ ان احنا لو شفنا لوحة فنية نعرف ان احنا نحدد زكات مثلا معمولة دي في العصر الاسلامي ولا معمولة في العصر القبطي ولا معمولة في العصر الفرعوني القديم انتو في بعض الرموز وبعض الموتيفات اللي بنستخدمها في العمل الفني بتخلينا نعرف العمل الفني ده كان في اي عصر وزي ما احنا هنشوف لوحة لبيكاسو او سلفادور ده اللي هنقدر نحدد انها مدرسة تجريدية ولا السريالية ده بيجي معها طبعا للناس الانترستد والمطلعة في الفن وبتتفرج عليه سواء في لوحات او في متاحف او كلام من ده بتبتدي بسهولة انها تحدد اللوحة دي كان ايه السمات الموجودة في العصر اللي هي طلعت فيه طب ازاي العقيدة بتأثر على ان احنا نعرف او بتأثر ازاي على المنتج الفني او بتبقى ازاي مصدر الفن على مرة العصور مثلا عقيدة المصري القديم اللي هي الخلود بعد الموت طبعا احنا عارفين هما كانوا بيعملوا عملية التحنيط دي على اعتبار انه عندهم عقيدة انه في بعد الموت هيحصل بعد وهيحصل خلود فكانوا بيدفنوا الميت ومعاه كل ادواته علشان لما يصحى يلاقيها جنبه فجي فنهم عشان يخدم عقيدتهم دي فاهتموا بالمقابر جدا وهتموا بالاهرامات هي الاهرامات اساسا هي عبارة عن مقابر فاهتموا بالمعابد زي معبد فيلة ومعبد كوم امبو اكتر من اهتمامهم بالمنازل هم حسوا ان المنازل دي مجرد فترة هنعيش فيها لكن الاهم ان احنا نهتم بالمقابر والمعابد على اساس ان دي اللي هتفضل ودي اللي هيبعثوا ويلقوها موجودة ففي الفن الاغريقي والروماني بقى كانت حاجة تانية كانت العقيدة بتاعهم اساسها حربي فهنلاقي اعمالهم الفنية تعتمد على القوة الانسانية والعضلات والبطولات والمغامرات هنلاقي ان هما ظهر كل ده في اعمالهم الفنية يبتدوا ان هما يهتموا في ثانيات في الرسم بثانيات الجسد وبليونة الملابس كل ده ظهر في الفن الخاص بيهم اما الفن الابتي فده كان فن شعبي ديني بقوامه ايه او بيستمد قوامه من ايه من العادات والتقاليد المصرية ذات الابعاد الروحانية المسيحية ومعتقداتها ده كان ظهر لنا في الفن القبطي زي ما قلتلكم ودرسته السنة اللي فاتت او في الترم اللي فات كمان انه كان بيبقى بيظهر العقائد والعادات والتقاليد بتظهر في الفن القبطي في الفن الاسلامي برضو العقيدة فيه مبنية على العظمة لا واحد ولا شريكة له وهتلاقي فيه الاعمال في الفن الاسلامي بعيدة عن التشخيص يعني ما بيحاولوش ان احنا نشخص الطبيعة بشكلها الواضح يعني هتلاقي حتى في التعبير عن الحيوانات او النباتات كلها بتكون رموز رموز تعبيرية مش محاولة لتجسيد الواقع ده كان الطابع في الفن الاسلامي هنلاقي فيه اكتر هنلاقيه زاخر اكتر بالزخارف النباتية بالزخارف الهندسية فبالتالي من كل اللي احنا قلناه ده هنلاقي انه الحضارات عبرت عن عقائدها وعن عادتها عن طريق الفن هنلاقي ان احنا لو لقينا عمل فني بنعرف هو العمل الفني ده بيمثل او بيجسد اي عصر من العصور هندرس طبعا الاسماء اللي احنا قلناها في بداية الوحدة ده رواد الفن المصري المعاصر هندرس ميلهم الفنان يوسف كامل ده التحق بمدرسة الفنون الجميلة عام 1908 واشتغل بالتدريس فترة وبعدين سافر الى روما وعينا مديرا لمتحف الفن الحديث عام 1948 وكان الفنان يوسف كامل هو رائد النزعة الفنية التأثيرية في مصر احنا قلنا قبل كده ان التأثيرية دي تعتبر نهاية الكلاسيكية وبداية المدارس الفن الحديث وكانت بتعتمد على الضوء بشكل اساسي فكانت لمساته الفنية تلاقيها مشحونة بالامل والانفعال لانه هو كان ستيل متأثر الى حد ما بالمدارس الكلاسيكية ومن اعماله لوحة زيتية لاحد الاحياء الشعبية بالقاهرة وكان بيحب يجسد مناظر الاحياء القديمة وصورة للمشايخ الحسين ولوحة بعنوان على شط الترعة ولوحة اسمها تأثيرات لونية حصل على جائزة الدولة التقديرية عام 1960 وهو اول من سمح للفتيات بالالتحق بكلية الفنون الجميلة مشكورا يعني خلنا نالتحق بكلية الفنون الجميلة يالي الفنان جمال السجيني الفنان جمال السجيني ده نشأ في القاهرة وتخرج من كلية الفنون الجميلة عام 1938 وابتدى يتدرج في الكلية الى ان اصبح رئيسا لقسم النحت من اهم اعماله لوحة الحرية من النحاس المطروق لوحة لزوجة الفنان وتمثال رأس فتاة من الجبس الملون وتمثال الامومة من البرونز يبقى هنلاحظ ان الفنان جمال السجيني كان متفوق في النحت اكتر من اي حاجة تانية انتاجه في النحت كان كتير ولوحة شجرة المايو من النحاس الاحمر ولوحة عروسة العرائس ولوحة عروسة المولد بالالوان الزيتية ومفتاح مدينة الاسكندرية وميداليات من اعمال الفنان وقد جمع الفنان جمال السجيني بين الاصالة والمعاصرة نفس الوضع مع الفنان يوسف كامل هو جمع ما بين مدارس خاصة مدارس قديمة ومدارس كلاسيكية والمدرسة المعاصرة الحديثة ويتميز بتنوعه في استخدام الخمات بعد كده هنتكلم عن الفنانة جاذبية سري طبعا تعتبر جاذبية سري من الجيل التاني من المصورين المصريين وحصلت على الكثير من الجوائز ويمتاز فنها بالتعبير عن البيئة يعني هي دايما في لوحاتها الفنية كانت بتعبر عن البيئة أسلوبها الخاص مواكب لمستحدثات العصر بجانب تفردها في الشكل والمحتوى من أعمال الفنانة جاذبية سري نقدر أن احنا نقسمهم لست مراحل أول حاجة الواقعية الزخرفية من 1951 ل1956 اهتمت في الفترة دي بأنها تصور أشخاص بملامح وعادات مصرية وتصطيح العالم اللي بتصوروا آآ وتملقوا بالتفاصيل والزخارف زي لوحة نشر الغسيل ولوحة امرأة تتزين تاني مرحلة للفنانة جاذبية سري كانت مرحلة الواقعية التعبيرية ودي كانت من 1956 ل1960 ابتدت بقى يظهر عندها الأشخاص متحركة داخل أبنية تجريدية يعني ابتدت تدخل دلوقت بجانب الواقعية وبجانب التلاسكية ابتدت تدخل أبنية تجريدية بعد السبات اللي حصل في المرحلة الأولى لا دلوقتي ابتدت يبقى فيه تحرك وابتدى يبقى فيه تجريدية من أعمالها الحجلة والمراجيح تالت مرحلة كانت مرحلة بيوت ودي كانت من 1960 ل1970 ابتدت في الفترة دي وهي دي طبعا كانت من أخصب الفترات انتاجا يعني كانت بتنتج فيها انتاج كتير قوي واستلهمت اللوحات في الفترة دي من البيوت وابتدت تستلهم كمان من البيوت أفكار فمن وجهة نظرها أن البيوت بتغلق على الحب والحنان والمشكلات يعني البيوت مليانة تفاصيل ومليانة مشاعر ومليانة حسيس ومن الخارج كمان بيها تفاصيلها الرائعة المتمثلة في الأبنية الشبابيك الأبواب فبتدت في المرحلة دي من أهم أعمالها كان لوحة البيوت والناس ومرحلة الرابعة بعد البيوت كانت مرحلة الصحراء من 1971 ل1975 ابتدت ان هي تترك المرحلة اللي فاتت الفترة اللي فاتت بتاعة مرحلة البيوت وانها تهتم بالتعبير عامة داخل البيوت وعامة خارجها انتقلت بقى لمرحلة الصحراء وبتدت ان هي ترسم الصحراء وبكده تحولت من انها ترسم حاجات فيها كسفة في التفاصيل لأن احنا لو بصينا للبيوت والأبنية اللي هي بترسمها هنلاقي زي ما قلت لكم مليانة بتفاصيل مليانة بشبابيك وأبواب وجوه البيوت بتبتدي ان هي تدور على الأحاسيس والمشاعر اللي جوه البيوت بجانب الأساس بجانب المكونات اللي جوه البيوت كل دي لوحات ديها تفاصيل بتدت تنتقل في المرحلة الرابعة دي للصحراء يعني بتدت تنتقل للرحابة والمسافة والمساحة والتبسيط وابتدت ترسم من التراكيب والتفاصيل والتداخل اللي كان حاصل في البيوت لحد انها ترسم مساحات واسعة في موضوع الصحراء المرحلة الأخيرة للفنانة جاذبية سركت المرحلة المزوجة بقى ما بين البيوت والصحراء البيوت والصحراء جمعت ما بين الحاجتين انها ترسم البيوت والصحراء ده كان من 1975 ل 1979 ابتدت تصنع حوار ما بين البيوت والأشخاص والصحراء المرحلة دي هتجسدها لوحة عملتها اسمها تكوين في مصر ولوحة اسمها الجمع والبلورة في اللوحات بتاعتها دي هنلاحظ مرحلة الجمع ما بين البيوت والصحراء وفي مرحلة هي المرحلة الأخيرة اللي جمعت بينها دي هي دي جمعت بين كل تجاربها السابقة يعني ابتدت انها تحول الأشخاص لبيوت والبيوت لأشخاص وبتدت تصهر الأشخاص مع البيوت خلي بالكم في خلال كل مراحل تطور الفنانة جاذبية سري كانت بتتفوق في كل مرحلة وخدت كل مرحلة على حدة وبتدت في المرحلة الأخيرة انها تجمع يعني احنا لما بنيجي نرسم أشخاص بنبتدي ان احنا ننجح في رسم الشخص بشكل مجرد بعد كده نبتدي ننجح في ان احنا نعمل التفاصيل مرة على مرة بالمران وبالخبرة وبالتجربة بنبتدي ان احنا نطلع رسمات بتاعتنا بشكل في نجاح وفي تجسيد للواقع وفي بنتقنه بيبقى فيه اتقان فيه اتقان وفيه ابداع بعد ما نتقنه بنبتدي ان احنا نطور فيه ونبتكر هي بقى بعد ما كانت بتتقن كل حاجة لوحدها الاول البيوت وبعد كده الاشخاص التعبير عن الاشخاص في البيئة المصرية مع البيوت مع السحراء ابتدت بعد كده انها تجمع بين كل العناصر دي وابتدت تدخل بقى زي مدارس الفن الحديث في انها تجرد وتبسط وتحول فبالتالي بقى لوحتها صهرت الاشخاص مع البيوت والبيوت غيرتهم الاشخاص وابتدت ان هي يبقى لوحتها بتتماز بالغنى بالحركة وسكونة الرسم ده بالنسبة للفنانة جاذبية سر بعد كده في الدرس الخامس هنتكلم شوية عن المتاحف هو كلام عاما ومتاحف طبعا ليها اهمية كبيرة على مستوى الدولة احنا دلوقتي اتكلمنا عن انه الفن والاعمال الفنية كانت مهمة في انها بتبين لنا سمات كل عصر وعن طريق انتاج الفن بنقدر نحدد العصر ده كانت ايه مواصفاته ايه الثقافة والعادات والتقاليد اللي كانت مسلطرة على هذا العصر بنعرفها من الانتاج والاعمال الفنية طيب مش يبقى فيه اهمية كبرى لان احنا نجمع الاعمال والمنتاجات الفنية لكل عصر فيه مدحف يقدر فيه الاجيال القادمة انها تطلع على اللوحات دي وتفهم سمات العصور زي بالزبطة بندرس تاريخ بندرس جغرافيا بنبتدي نعرف عن طريق التاريخ بنعرف العصور السابقة كان ايه اللي بيميزها من نواحي احداثها التاريخية والجغرافيا كان ايه اللي بيميزها من النواحي الجغرافية بالتالي الاعمال الفنية برضو والكتب والحاجات دي بتخلينا ان احنا نستوعب السمات بتاعة العصر كانت ايه فطبعا بنتكلم عن ايه المتاحف هي اهمية كبيرة على مستوى الدولة والعالم فهي صورة صدقة بتوضح تسلسل الحضرات المتاحف كثيرة جدا ومتنوعة منها اللي التراث زي المتحف سوري المتحف المصري القديم طبعا اللي هو بتاع التراث وفي منها الفنانين الفنان شخصيا بيبقى عامل تجميع للوحاته زي متحف محمود مختار ومنها اللي بيمثل فترات معينة زي المتحف الحربي المتحف الحربي هنلاقي فيه بيمثل لنا الادوات والقاصة بالحروب اللوحات اللي اترسمت في العصور دي ده المتحف اللي بيكون خاص بفترة معينة ومن اعظم مشروعات القرن القادم هو المتحف الكبير اللي بتقيمه مصر حاليا ويوشك على الانتهاء المتحف ده هيبقى شامل كامل ومتحف مميز جدا وطبعا المتحف دي اهميتها بجانب ان هي بتعرفك على سمات وتسلسل حضارات بيزورها الاف السياح وبصفة عامة المتحف والمعارض ديها اهمية كبيرة قوي بتعرف السائح على طبيعة الاماكن والتاريخ والتسلسل حضاري للبلد اللي هو بيزورهم بعد كده عندكم في الشيط بقى هتلاقوا الاسئلة على الفصل الدراسي التاني وان شاء الله نزل لكم الاسئلة باجابتها برضو على اليوتيوب وبالمجاح وتوفيق ان شاء الله اشتركوا في القناة